إسكي الختام عليكم أحيب بنا يا كرام ومن ذكرهم أمسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعده فإن المتأمل والمتملي لأحوال المسلمين الآن يجد أنهم قد بعدوا بعدا شديدا جدا عن ذلكم الضوء ضوء الرسالة وقد افتقرت الأمة إلى القدوات لذلك استعادت الأمة بذلك وفتحت باب استيراد القدوات من خارج الحدود فتعاظم سخفها وكبر جهلها ونحن إذ ننظر إلى أحوالنا وأحوال سلفنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم نتمثل قول القائل إذا تمثل ماضينا لحاضرنا تكاد أكبادنا بالغيظ تنفطر فأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضحوا بالغالي والنفيس وبرهنوا برهنة عملية على انتمائهم لهذا الدين مواكب تتلوها مواكب من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مواكب الله سارت لا يزعزعها عات من البحر أو عالم من الأطم لا يهتفون لمخلوق فقد علموا أن الخلائق والدنيا إلى العدم ما أحوجنا أن نذكر شيئا من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي نرى كيف عاشوا رضي الله عنهم وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ضحوا بكل شيء ونحن أمة ابتليت بعقوق أبنائها لسلفها وآبائها هؤلاء الأمجاد رضي الله عنه وأنا سأضرب لك اليوم صورا لصحابة قل أن يعرفهم الناس قل أن يعرفهم عوام الناس ربما هذه الأسماء لأول مرة تقرع سمعك وهؤلاء صحابة نبينا هؤلاء هم آباؤنا وهؤلاء هم شرفنا وهؤلاء هم عزنا الذين نقلوا لنا هذا الدين على رقابهم رضي الله عنهم وأرضهم في صحيح مسلم أن عائد بن عمر رضي الله عنه دخل على عبيد الله بن زياد وعبيد الله بن زياد هذا كان ظلوما غشوما وعائد بن عمر هذا من كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعائد بن عمر رضي الله عنه نصح عبيد الله بن زياد هذا بنصيحة فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منه يعني إيه شر الرعاء الحطمة واحد معاه شوية أغناب يرعى هذا الرجل طبعا الغنم كل غنماية ماشي بدماجها دي ماشي كده ودي ماشي كده ودي ماشي كده فإذا قام هذا الشخص هذا الراعي وضرب كل غنمتين تشرده الغنم هتنفد اللي معاه هتموت كلها ليه زي ما أقول لك هذه أنعام ما عندها عقول تمام فهو لو ضرب دي على دمخة اللي ماشي كده بدماخة دي ضربها على دمخة وضرب دي على دمخة وضرب دي على دمخة وضرب دي على دمخة لن تبقى معه أغنام ولا أنعام فهو يقول له أو يريد أن يقول له إنك ممن ولاك الله على المسلمين فترفق بالرعية يعني لا تأخذ الناس بالظلم والقهر والجبر كعادة الحكام قال أيبني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة يحطم رأس الداب أو الأغنية فإياك أن تكون منهم يعني خذ الناس بالحب حتى يعني يكونون طيعين لك فقاله عبيد الله بن زياد اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقول له أنت مش من كبار أصحاب النبي عشان تتكلم الكلام ده يعني اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فرد عليه عائز بن عمر رضي الله عنه قال له وهل كان فيهم نخالة إنما النخالة بعدهم وفي غيرهم يعني معنى الكلام إنما فيش حد من أصحاب النبي عليه وسلم كان عايش على الهامش ولن حد منهم كان عايش مالوش لازمة ولن حد فيهم ما كانش لي قيمة لا أبدا كلهم شامات وكلهم قامات وكلهم أشاوس وكلهم أكابر وكلهم أكارم رضي الله عنهم وأرضاهم هؤلاء هم أصحاب النبي عليه وسلم الذين نعتزوا بالانتساب إليهم رضي الله عنهم وأرضاهم فما العز في الإسلام إلا في ظلهم وما الفخر إلا ما بنوه فشيدوا هؤلاء هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فالصحابة الكرام ليس فيهم نكر وليس فيهم إنسان كان عايش على الهامش كده ولا إنسان منهم ليش لازمة لا 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 أبدا كل كان يستعمله صلى الله عليه وآله وسلم في مكانه وأنا سأذكر لك شخصيات قل أن تسمع عنها وقل أن تعرفها وربما لم تسمع بهؤلاء الصحابة قبل ذلك وهذا لا يضرهم لا يضر الصحابة إنك أنت جاهل بهم هذا لا يضرهم أبدا فأنا الآن لو سألتك سألتك قلت لك أنا عايزك تقول لي الفريق الفلان ده بيتكاومني كامل عين هتعود تعديلي الحداشر لعب اللي في المستطيل الأخضر تمام هتقولهم لي واحد واحد ومركز كل واحد فيه ده بيلعب إيه وده بيلعب فين وده بيلعب في أي مركز وده راس حربة وده وانجي مش عارف إيه وده باك إلى غير ذلك من مراكز اللعب اللي في الملعب تمام وهتقول لي اللعب ده انتقل من النادي ده للنادي ده بكام واللعب ده عنده كم إنذار وجاب كم جون وهتقول لي اللي قاعدين على دكة البودلاء كمان لا وهتقول لي الجهاز الفني والجهاز الطبي والجهاز الإداري للنادي وللفريق هتقول لي كل دول طيب يبقى انت عارف كل دول عارف اللعب ده جاب كم جون وانتقل من النادي النادي ده بكام وممكن كمان تعرف بعض الشخصيات عنه الأشياء الخصوصية في حياتي تعرف متجوز مين وعند أولاد إيه وكان بيرعب في الناشئين في نادي إيه وتدرج إزاي إلى غير ذلك طيب وأصحاب النبي ما يستحقش منك انك انت تديهم بعض الشيء يعرف عنهم أي شيء ولو بسيط ما يستحقش منك الذين نقلوا لك هذا الدين على رقابهم وعلى أشلائهم لا يستحقون ما يستحقش منك انك انت تعرف عنهم حاجة انك انت تقرأ فيه سيارهم انك انت تعرف ايه مواقفهم ماذا بذلوا وماذا ضحوا وماذا قدموا لإعلاء كلمة الله رب العالمين ما يستحقش منك الكلام ده ما يستحقش منك وانت كمان عارف أسماء الفناني والإذاعيين والملحنين والمغنيين وكل الفاسقين عارفهم وعارف ده بياخد كام في البرنامج الفلاني وده أخد كام في الفيلم العلاني وده بياخد كام في المسلسل الفلاني وفي المسرحية الفلانية عارف كل ده طيب برضو السؤال عن مال يلح في دماغي أصحاب النبي ما يستحقش منك إنك انت تعرف عنهم شيء من حياتهم شيء من سيارهم شيء ماذا قدموا ماذا بذلوا لإعلاء كلمة الله ما هو إخواننا الدين ده ما وصلناش كده طاير من السماء يعني لا هذا الدين وصل إلينا على رقاب وعلى أشلاء أناس الصحابة دول ضحوا بالنفس والنفيس والغالي والرخيص لكي يصل إليك هذا الدين لكي تعرف عنه رب العالمين إزاي بتعبد ربنا هذا أنت ما عرفته بفقاكتك يعني ولا بدماجك ولا بعقلك ولا بفكرك لأبدا هذا الأمر جاءك على رقاب هؤلاء رضي الله عنهم وارضا فمن الوفاء إنك انت كل يوم اقرأ صفحة واحدة بس صفحة واحدة بس في ترجمة من تراجم واحد بس من صحاب اقرأ زي ما قلت لك أنت ممكن عارف كل الأخبار دي وامتابع لحظة بلحظة الأخبار أخبار اللي بيحصل في البلد والاقتصاد إلى غير ذلك طيب يا أخي تم ترعي برضو انتباهك وعقلك وفكرك ووقتك شيء من صيرة صحاب يقرأ كل يوم صفحة بس عن واحد صحاب وده يا أخوانا بيخل إنسان عنده هم عالية كان أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول دراسة سير القوم أحب إلي من دراسة الفقه ليه لأنك لما تقرأ في سير الصحابة همتك بتبدأ تعله تشوف عملوا بذلوا ازاي وكيف ضحوا وماذا بذلوا بده همتك تبدأ تعله همتك تبدأ تعله بالقراءة في هذه التراجم النيرة الرائعة الرائقة من حياة هؤلاء رضي الله عنهم أرضاه وكما قلت سأضرب لك الآن صورا مشرقة من حياة بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين لا نعرفه وأنا لا أذكر ذلك يعني ليست هذه القصص من بنات الأفكار ولا هي من نسج الخيال لا العكس هي تراجم ثابتة وردت إلينا بإسناد أو بأسانيد صحيحة بأسانيد صحيحة فليست هي من بنات الأفكار ولا هي من نسج الخيال من هؤلاء الأشاوس الأكابر الأكارم رضي الله عنهم جميعا وأرضاه الصحابي الجليل زاهر ابن حرام تعرف زاهر ابن حرام سمعت عن زاهر ابن حرام قبل كده طيب إيه رأيك بقى زاهر ابن حرام ده كان النبي عليه الصلاة والسلام بحب بحب جدا 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 والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن مندة في معرفة الصحاحة بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم كان زاهر ابن حرام هذا في السوق زاهر ابن حرام وزاهر على فكرة هذا كان رجلا من البادية كان من أهل البادية وكان دميم الخلقة وكان فقيرا معوزا وكان ضئيل الجسم لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب ويا لشرف ذلك ويا لكرام ذلك النبي كان بيحب زاهر ابن حرام تخيل أنت كده لو أنت والدك مات الله يرحم وولدك ده كان ليه صاحب عزيز عليه جدا 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 وقبل ما يموت أوصاك به خيرا قال لك يا ابني عمك فلان ده رجل فاضل وإنسان محترم وأنا تقول يا ابني عشريتي معاه مشوفتش منه يا ابني حاجة وحشة فلما موت يا ابني ابقى بر الرجل ده عشان رجل فاضل ورجل طيب ورجل محترم هتعمل ايه هتقول كان بيحب الرجل تلي فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب زاهرا هذا حبا جم ذات يوم كان زاهر ابن حرام رضي الله عنه في السوق يبيع ويشتال إذ جاء النبي عليه الصلاة والسلام من خلف ظهري زاهر ابن حرام ووضع صلى الله عليه وآله وسلم كفه الشريفة على عين زاهر ابن حرام كما نفعل مع الصبيان مش هلت ما بتيجي تلعب مثلا مع ابن ابنك أو حد مثلا بقى لك بطر ما شفتوش بتعمل كده تروح ايدك كده على عينه تقول له أنا مين صح النبي عمل دي مع زاهر ابن حرام فانتلك فيها أسوه اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام جاء من خلف ظهر زاهر ابن حرام ووضع أكفه الشريفة على عين زاهر ابن حرام وجعل عليه الصلاة والسلام يمازح زاهر ابن حرام ويقول صلى الله عليه وسلم من يشتري مني هذا العبد طبعا النبي عسى السلام لم حط ايده الشريفة على عين زاهر علم زاهر ابن حرام رضي الله عنه أن هذه الأكف لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أنس وذلك لطيب تلك اليد كما قال أنس رضي الله عنه والله ما مسدت ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم أيدي النبي عليه وسلم كانت نعمة جدا 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 وكانت طري جدا 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 وكانت زي الحرير الصافي دي أيدي النبي الشريفة عليه الصلاة والسلام فجعل عليه الصلاة والسلام بعدما وضع يده على عين زاهر لما علم زاهر بن حرام رضي الله عنه أن هذا الأكف لا تكون إلا للنبي عليه وسلم جعل يلصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف أن دا النبي رجع كده بظهره ولزأ ظهره في صدر النبي عليه الصلاة والسلام ليه ينال بركة إن جلده يمس جلد النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عليه الصلاة والسلام يمازح زاهر ابن حرام ويقول عليه الصلاة والسلام من يشتري مني هذا العبد من يشتري مني العبد ده فقال زاهر بن حرام والله يا رسول الله تجدني كاسدا والله يا رسول الله تجدني كاسدا حد شي يرضى يشتريني ما حد شي يرضى يبصف وشي ليه؟ لا أهل ولا مال ولا حتى جمال فقال صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لك عند الله ربيح ولكن لك عند الله ربيح رب أشعث أغبر زي طمري مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر رب أشعث أغبر زي طمري زي طمري زي طمري مدفوع بالأبواب تشوفه تأفي للباب فوشه لو أقسم على الله لأبر هذا العبد إذا رفع خنصره إلى السماء استجاب الله عز وجل لهذه الإصبع فسبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو سبحانه وتعالى فلا تحقرن أحد من بني آدم أبدا لا تحتقر أحد أبدا فسبحانه وتعالى هو الذي يعلم أقدار عبادي سبحانه وتعالى والثياب دي ليست كناية على عز الإنسان وعلى حسن خلقه لا أبدا إطلاقا اليوم الشافعي رحمة الله عليه دخل يوما بغداد فلم يأبه إليه أحد حد شعبره ولا حد يكلمه ولا حد بصف وشه فأنشد يقول علي ثياب لو يباع جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر وفيهن نفس لو يقاس بها الورى كانت أعز وأكبر بصش للهدوم للهدوم للإنسان لا انظر إلى هذا الجوهر الثمين الذي بداخل تلك الثياب هذا الشافعي من في الناس كالشافعي ومع ذلك لم يأبه إليه أحد ليه؟ عشان هدومه أو ثيابه رفه مش لابس هدوم كويسة يعني ولا لابس بدلة أبدا لابس هدوم عادية جدا فالزي أو الملابس لا تنبئ عن قدر الإنسان لا كما قلت لا تحقران أحد المبني آدم أبدا أبو الدردائي رضي الله عنه مر على جماعة وهم يضربون رجلا فقال لهم أبو الدرداء ما له فقال له وقع فيه كبير عمل زنب كبير جدا فقال لهم أبو الدرداء وهذا من فطنة ومن حكمة الداعية فقال لهم أبو الدرداء أرأيتم إن وقع هذا في حفرة ماذا كنتم تصنعون؟ قالوا نخرجه منها قال فكذلك يعني الرجل ده لوع في حفرة هتعمل ايه؟ هتمدي الأيدك ولا هيرميله حبله ولا ينزل ياخده ولا يرفعه طيب ما هو الإنسان اللي برضه واللي وقف مع الصية ده زي كده محتاجك حد ياخد بإيده حد يقوله تعالى ما فيش مشكلة طرم أنك أنت أذنبت واعترفت بذنبك وتبت وأنبت وأبت إلى ربك خلاص فيش مشكلة خلاص وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فجلس إلهي أبو الدرداء لهذا إنسان المذنب العاصي ونصعه في الله عز وجل فما كان من هذا الشخص إلا أن عاد مرة ثانية فالدعية محتاج أنك يكون عندك عقل كبير حتى تحتوي جميع الناس سعيد بن المسيب رحمة الله عليه جاءه رجل فقال يا أبا محمد أرأيت إن رأيت الرجل يفعل الذنب العظيم أأرفع أمره إلى السلطان؟ يعني أبلغ عنه الشرطة يعني فقال له سعيد إن استطعت أن تستره بثوبك ففعل يا أخي وأنت هتكون أغير من ربنا ربنا ستر يا أخي ما تستر علي أنت كمان استر عليه الله عز وجل أغير أغير شيء سبحانه وتعالى الله عز وجل أغير من أي أحد عشان كده النبي عليه السلام يقول أتعجبون من غيرة سعد يعني سعد بن معاذ وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه إذا طلق امرأة لا يستطيع ولا يجرؤ أحد أن يتزوجه عشان كده النبي عليه السلام قال قال إيه أتعجبون من غيرة سعد والله إني لأغير من سعد والله أغير مني لأجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن فأنت مش هتكون أغير من ربنا يعني زي ما قلت لك ربنا ستره كما تصر على أنت كمان فأضروا إلى هذه الصورة المشرقة من ذلكم الصحابي الجليل زاهر ابن حرام رضي الله عنه وأرضاه من مننا يعرف زاهر ابن حرام وزي ما قلت لك النبي كان بيحبه عليه الصلاة والسلام وقال هذا الكلام الرائع عليه الصلاة والسلام قال ولكنك عند الله ربيح أنت عند الله غالي سبحانه وتعالى فالناس لا يقاسون بمناظرهم ولا بأشكالهم ولا بثيابهم لا لا الناس يوزنون بقلوبهم يوم القيامة الخلق إنما يوزنون بقلوبهم قال عليه الصلاة والسلام قال سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم وانظر إلى سورة أخرى لصحابي آخر وهو جليبيب تعرفون جليبيبا جليبيب هذا بضعة من النبي عليه الصلاة والسلام النبي برضو كان بيحب جدا جليبيب هذا في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جليبيبا فقال له عليه الصلاة والسلام هل تزوجته؟ فقال لجليبيب ومن يرضى أن يزوجني يا رسول الله؟ برضو جليبيب هذا كان رجلا من المستطعفين كان رجلا موسيكين رضي الله عنه وكان أيضا دميم الخلقة وكان فقيرا وكان معوزا وكان لم يكن له قبيلة أو عشيرة تدافع عنه رضي الله عنه لكن يكفيه حب النبي له عليه الصلاة والسلام فجليبيب هذا قال يا رسول الله ومن يرضى أن يزوجني من يرضى يقوزني يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام أنا أزوجك فعلا النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا مع بعض أصحابه فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه زوجني ابنتك فقال الرجل نعم كرامة ونعمعي واحنا نطول نطول لنسب النبي يا سلام قال نعم كرامة ونعمعي فقال صلى الله عليه وسلم إني لا أريدها لنفسي فقال الرجل لمن إذن يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لجليبيب فقال الرجل حتى أشور أمها تبصيبني بس يا رسول الله رح بس للجماعة في بيت أشورهم وأقول لهم عن الموضوع ونشوف الموضوع وهنرد عليك إن شاء الله يا رسول الله حتى أشور أمها فعلا ذهب الرجل إلى زوجه إلى مراته وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب ابنتك فقالت المرأة نعم كرامة ونعمعين واحنا نطول برضو نطول إن إحنا ننسب النبي عليه الصلاة والسلام فهذا شرف عظيم بازخ نحنا نكون أصهار النبي عليه الصلاة والسلام فقال الرجل ونزوجه ابنتنا إني والله لقد جاءها فلان وفلا ده جال واحد مهندس وجال واحد دكتور وجال واحد محامي وجال واحد مش عارف إيه وجالها إيه طب يا ست الكل طب هو لما جالها كل ده أنت مقعدها جنبك ليه يعني لما أنت بتقولي جالها وجالها وجالها طب ما أنت بتقولي يعني طب أنت ليه مقعدها جنبك يعني وهذا يا إخواننا للأسف يحصله كثيرا ممكن يأتي إنسان إنسان ذا خلق إنسان ذا دين إنسان محترم إنسان فاضل يخطب البنت لكن الإنسان ده يعني مش موسر مش ما عندهش فلوس ومال يعني فيعترضوا أهل البنت يقول لك لا ما عايش والله الظروف مش تنفع يتلكؤون بأي شي وهذا إخواننا من الإعضال هذا من الإعضال إنك إنت بتعضي للمرأة ده كده ربما البنت دي تكون لها يعني نفسها برضو تفرح زي البنات ما بتفرح ويكون إنسان ده برضو إنسان محترم وإنسان كويس في نظرها هي تمام فربما الآباء يحجبون خيرا كبيرا وكثيرا بسبب تعنتهم ممكن زي مرتلك البنت كلها رغبة في الإنسان ده في الشخص ده ليه شايف إنسان كويس ما شاء الله محترم عنده دين وكما قال حسن لما جاءه رجل دي قال يا أبا سعيد ممن أزوج ابنتي قال زوجها من يتق الله فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرها لم يظلمها يديها أقول يا بنتي تفضّالي إحنا بشارف على بنتي نعيش مع بعض فخلاص كلها يتروح لحال بس بكل تراضي كده مش بقى نخش في محاكم ومواويل ولا لا لا خالص إنسان صاحب الدين لا يفعلوا هذا والله يا بنتي حالي تنسانة فاضلة وإنسانة كويسة وإنسانة محترمة وبنتي نقس بس أنا إحنا بشارف على كامل مع بعض بكل تراضي وكل بالراحة خالص يعني فقالت المرأة لقد جاءها فلان وفلان فخرجت البنت من خدرها خرجت كده من وراء الستارة يعني وقالت أتردون على النبي صلى الله عليه وسلم أمره هو أنت هترده النبي هترده العريس اللي النبي جايبه عشان مش موافق هواكه إنه هو ما عندهش فلوس وإنه هو مثلا شكله مش كويس أتردون على النبي صلى الله عليه وسلم أمره ادفعوني إليه فهو أرحم وأرأف بي منكما فعلا تزوجت هذه البنت بذلكم الصحابي الجليل جوليبيب دخل بها جوليبيب رضي الله عنه وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذه البنت أن قال صلى الله عليه وسلم اللهم صب عليها الخير صب ولا تجعل عيشها كد يقول اللهم صب عليها الخير صب ولا تجعل عيشها كد يعني يا رب اجعل الخير والبر في بيت هذه المرأة ولا تضيرها أبدا في حياتها يا رب وخرج النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه في بعض الغازوات فلما تات المعركة قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا ثم قال صلى الله عليه وسلم في الثانية هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم نفقد فلانا وفلانا ليه؟ لأن جوليبيب ده كان من سطة الناس ما كانش راجل عظيم يعني معروف الناس هتؤبه له يعني لا لا كان إنسان عادي خالص يعني ما حدش أصلا أخذ باله ولا مرتفت ليه خالص وأعاد صلى الله عليه وسلم في الثالثة هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم يا رسول الله نفقد فلانا وفلانا عندئذ قال صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جوليبيبا عرفه صلى الله عليه وسلم باسمه وطلب من أصحابه أن يبحثوا عنه في القتل فعلا بحث الصحابة رضي الله عنه في ساحة الوغى فوجدوا جوليبيبا مقتول وجدوه مقتولا وحوله سبعة قتلهم وحدهم رضي الله عنه وأرضاه فجاء إلى النبي عليه وسلم فقالوا يا رسول الله وجدناه في القتل فجاء صلى الله عليه وسلم ووقف على رأس جوليبيب وقال صلى الله عليه وسلم قتل سبعة وقتلوه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه في صاحب الحبان أن النبي عليه وسلم قال هذه الكلمة هذا مني وأنا منه سبع مرات صلى الله عليه وسلم ولم يكن له سرير إلا كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودفنه صلى الله عليه وآله وسلم بيديه الشريفتين ووضعه في قبري لم يكن له سرير يعني لم يكن له خشبة يحمل عليها إلا زراع النبي عليه الصلاة والسلام هذه جوليبيب واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام المغمورين عند العوام أو عندنا الكثير من المسلمين نحن الكثير من المسلمين لا يعرف جوليبيب مين جوليبيب ده ولا حد يعرف مين زاهر بن حرام ده وخذ صحابي آخر وهو عمير بن الحمام تعرف عمير بن الحمام؟ تعرف أن عمير بن الحمام ده رجل من أهل الجنة بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام له والحديث في صحيح مسلم في يوم أحد قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض فقال عمير بن الحمام يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض فقال صلى الله عليه وسلم أجل فقال عمير بن الحمام رضي الله عنه بخن بخن يا رسول الله وكانت هذه الكلمة تقولها العرب إذا استحسنت شيئا ما يقولون بخن بخن يعني ما أحلى وما أغلى وما أنفس هذه السلعة بخن بخن يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمير ما حملك على قولك بخن بخن إيه اللي خلاك تقول بخن بخن يعني فقال لا شيئا يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها بقول له يا رسول الله أنا ليش رجاء في الدنيا بحلها إلا إننا أكون من أهل الجنة بس هذه هي غايتي وهذا أقصى ما أتمنى وأرجو من أمنيات إننا بس أكون من أهل الجنة فقال له صلى الله عليه وآله وسلم فإنك من أهلها يا سلام هذا سك من النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمير بن الحمام رجل من أهل الجنة هذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن الحمام رجل من أهل الجنة وهو لم يزل يعيش على ظهر الأرض بشهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم فلما قاموا إلى المعركة أخرج عمير بن الحمام رضي الله عنه لأنه علم أنه من أهل الجنة فكان قد أخرج تمرات من كيسه لكي يأكلها لكي يتقوى على رحى هذه الحرب الضروس فلما حل في خاطره وفي عقله وفي فكره أن الذي يحل بينه وبين جنة رب العالمين لهذه التمرات أو هذه المدة التي يأكل فيها هذه التمرات لما حل في خاطره هذا المعنى ألقى هذه التمرات خلفه ظهرية وأقبل يقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 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 ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم فنظر لهذه الصور المشرقة من هؤلاء الصحابة رضي الله عنه زي مرتلك عمير بن حمام ده ده صحابي ومن أهل الجنة وما حدش فينا يعرفه طب ليه كده يا إخواني لماذا هذا العقوق لماذا هذا العقوق زي مرتلك التعارف أخبار كل شيء تعرف شيء عن كل شيء إلا عن دينك بس ما تعرفش حاجة عن دينك خلص طب ما تحاول يا إخي تعرف حاول يا إخي تقرأ في سير الصحابة دول حاول تقرأ شوف عمله بدلا ما تقرأ في قصص وفي روايات برضو اقرأ برضو في سير هؤلاء حتى تعلوا هماتك ما هم الصحابة دول يا إخواني زي ما احنا قلنا الصحابة دول هم اللي نقلونا الدين ده يعني إحنا دلوقتي من الوفاء إنك إنت تعرف سير هؤلاء أنا بقول لك اعرف اقرأ صفحة واحدة بس في اليوم صفحة واحدة بس في اليوم عن صحابي كل يوم كده اقرأ صفحة عن صحابي واحد بس عشان تشوف الجماعة دول عمله عشان يديني وصل لنا بالطريقة دي وبالشكل ده وكأنك تتلقاه من فيي النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت نحن أمة ابتليت بعقوق أبنائها لأسلافها رضي الله فنحن نريد أن نعود مرة ثانية إلى حظيرة القراءة في سير أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حتى ننظر ماذا ضحوا وماذا بذلوا لإعلاء كلمة الله رب العالمين ونسأل الله عز وجل أن نجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ونجعل ما نقوله في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه ونجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال وأقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنار